ترأس وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي جيجيب بوريل الاجتماع الوزاري السنوي الرابع عشر للمنتدى العالمي لمكفحة الإرهاب في نيورك بحضور مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بان كولي أديوي شدد وزير الخارجية على ضرورة تفادي أخطاء الماضي التي سمحت بانتشار التنظيمات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها بما تسبب في ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب التي ما زال العالم يعاني منها وأكد وزير الخارجية على أهمية مضاعفة جهود مكافحة الفكر المتطرف الذي يشكل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية فضلا عن ضرورة إيجاد تسويات عادلة للنزاعات الإقليمية والدولية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتجنيد عناصرها